يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النادي الأهلي يضع قدما في نهاية دوري أبطال أفريقيا نحو الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا أو بمسمها الجديد دوري أبطال النادي الأهلي احتقار للنادي الأهلي أداء رائع للنادي الأهلي الأهلي ببساطة شديدة وهكلمك عن المباراة واللي حصل فيها وتفاصيلها وظروفها وكل شيء بس أنا واقف كتير قوي عند فكرة أن النادي الأهلي شخصيته في المباريات الأفريقية بقت مرعبة لأي منافس ممكن واحد يقول لك يا عم البطولة بقت سهلة يا عم الفرق بقت سهلة هو ده مازنبي هو ده التراجي هو ده الوداد هو ده سندوينز هو ده مش عارف إيه كلهم فرق جامدة الفكرة بس يا جماعة أنه الفرق ما بقتش تبص على الأهلي الفرق في أفريقيا ما تبصش على الأهلي كحالة يعني النهاردة الأهلي حالته كويسة فنخاف منه الأهلي النهاردة حالته مش كويسة وعنده غيابات فنهجم عليه ونقدر نكسبه لا الآن ده في أفريقيا دلوقتي بقت تخاف جدا من اسم الأهلي النهاردة مازنبي هو بيلعب على ملعبه وسط جمهوره الملعب الصعب ده النجيل الصناعي كل حاجة ظروف سيئة على الأهلي خايف من الأهلي كرة طولية علق كرة ما ما تسيبش دفاعك الآن من الأهلي مش قادر ياخد المخاطرة قدام النادي الأهلي دي حالة الأهلي عملها بتراكم السنوات والإنجازات والبطولات وكل شيء حالة الأهلي وصراحة في أفريقيا النهاردة المباراة فيها كل الظروف الصعبة الممكنة يعني ملعب على إنجيل الصناعي ملعب على إنجيل الصناعي في كتير قوي من الكرة النهاردة والتمرارات بتاعت الأهلي وإنهاء الهجمات وحاجات زي كي تلاقوا الكرة نطت وبازت على اللعيبة إنجيل الصناعي صعب جدا على إيه لعب حتى خاصة لو هو مش متعود عليه دي صعوبة صعوبة تانية إنك بتلعب بالنهار ودي حاجة صعبة جدا على إيه لعشان الأهلي مش متعود يلعب بالنهار غيابات وإصابات بالجملة بالجملة في النادي الأهلي قبل المباراة قبل المباراة على سبيل المثال وليس الحصر طبعا محمد الشناوي وهجي طبعا كتير قوي على مصطفى شبير أو لمصطفى شبير مش على مصطفى شبير محمد الشناوي ياسر إبراهيم مروان عطية إمام عشور آليو ديانج حسين الشحات ده دول اللي أنا فتكرتهم كمان إمام عشور لو أنا ما قلتوش قلت إمام عشور دول اللي أنا جم في بالي دلوقتي غيابات بالجملة بالجملة نهار ده مودست بالمراسط وإن كان يعني غياب مودست ده بتبقى مصلحة أكتر منها ضرر يعني بس ماهو برضو من اللعيبة الأسية للأهلي في الفترة اللي فاتت ده أو دول اللي غيابوا قبل المباراة أثناء المباراة بقى اللي أنا كلها عم ما هتخرج إصابات كله عمال يخرج إصابات واحد ورد تاني واحد ورد تاني لدرجة إن الراجل النهارده مارسي كولر اضطر إنه إشرك محمود متولي في مركز وسط الملعب محمود متولي اللي ما شاركش مع النادي الأهلي بالزبط من 11 شهر يعني سنة تقريبا ملمس الملعب في مباراة من 11 شهر اضطريت النهارده إنك تنزله في نص الملعب نص الملعب ده بالمناسبة الأول الموسم وكاننا كلنا حسدنا الأهلي قلنا الأهلي عنده وفرة بالجملة في نص الملعب عنده مين بقى عنده إمام عشور عنده مرون عطية عنده عمر السلية عنده أفشة عنده مين تاني عنده كوكة فيه كمان لعيبة عنده ندفيد وعنده ديانج وفرة كلهم وقعوا كلهم وقعوا سباط حظوه عشقه اللي قالي فسط ملعب بتحديدا يعني